انا عايزك بقى تنظر للصورة اللي بقت واضحة وضوح الشمس هذه الصورة اللي فيها اتجاهين وجانبين اتجاه استدعاء الاطراق واتجاه استدعاء المصريين وشوف بعينك وبنظرتك وتأملك وراعي ضميرك وانت بتبص النظرة دي كويس مين استدعى المصريين ومين استدعى الاطراق تعال نبص على من استدعى المصريين قبائل ليبيا من جميع الاتجاهات والمؤتمر كان واضح مبارح وهاتلي مؤتمر في الغرب زي المؤتمر ده هاتلي استدعاء او قبائل ليبيا اجتمعت بالشكل ده وقارت للمحتل التركي تعال نحن نمثل جميع الطواقف الليبية وتعال لو سمحت عشان تساعدنا في طرد الجيش الليبي ما حصلش ده بالعكس ده كان شوية يعني واحد يوقف على مصطبة ويوقف حوالي اتنين تلاتة ويمسك ورقة ويقرأ بيان مكتوب له بخط اليد لا انت هنا القبائل الليبية اللي بتمثل جميع الاتجاهات واللي منها ابناء واحفاد الشيخ المجاهدين عمر المختار واسد الصحراء كانوا موجدين ويمثلوا القبائل الليبية طيب مين كمان استدعى الجيش المصري بتتكلم على البرلمان الليبي اللي اختاره الشعب واللي هو الحاجة الوحيدة اللي بتعبر بالشكل الواضح الان عن ارادة الشعب يعني لو قلتلي الجيش الليبي لا يعبر عن ارادة الشعب لانه محدش اختاره هقولك مفيش مشكلة انا معاك لكن البرلمان ده هو الوحيد اللي بيعبر عن ارادة الشعب وهي الناس اللي اختارته قبل كده في الانتخابات اللي حصلت من فترة او من عدة سنوات لكن حكومة الصراج لا تعبر اطلاقا عن ارادة الشعب بل هي حكومة اتت من اتفاق يسمى اتفاق الصخيرات عقد في المغرب وكانت مدة صلاحيته عامين انتهوا السنة اللي فاتت على نقيد بقى من استدعى الاطراق للتدخل في ليبيا بنتكلم على مين على الصراج وحكومته خمسة ستة تمانية بالكتير لا يمثلوا الشعب الليبي في اي شيء ولا تجد اي دعم لهم سوى ان هناك افراد وضعوا امام امر واقع في غرب ليبيا ولو دخل الجيش الليبي منطقة الغرب الليبي ستجد كل التأييد والدعم له من الناس في غرب ليبيا ولكن هؤلاء مغلوب على امرهم ويقعوا تحت سطوة ميليشيات هذه الميليشيات يعني تكبرهم على ان لا يتفوهوا باي كلمة وان يزهروا ويبدو تعاطفهم مع هذه الميليشيات ومعارضة الجيش الليبي ولكن الصورة واضحة وضوح الشمس طرفين طرف يستدعي محتل وهو اصلا طرف لا يمثل الشعب اللي هو حكومة السراج والمسمى بحكومة الوفاق والتي لا تعبر عن اي وفاق على الاطلاق وطرف الشعب الليبي المتمثل في الجيش الليبي والقبائل الليبية ومجلس النواب الليبي تابعونا اهلا بحضركم جميعا بشكركم على تشغيل فيديو ما تنسوش دعمنا بالاشتراك ومشاركة الفيديو وابداء الاعجاب لو عجبك الفيديو وزي ما قلتلك قبل كده لو ما عجبكش ما عنديش مشكلة كلكو على رسطنا من فوق حقيقة الواضح في المشهد الليبي الان ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يجلس مع الليبيين ولو بصيت للصورة هتبص على الرئيس عبدالفتاح السيسي هتلقى بيجلس مع ممثلين حقيقيين للشعب الليبي ودخوله في داخل ليبيا او دخول الجيش المصري في ليبيا اتى بموافقة شعبية ليبية خالصة بيتتمثل في مشايخ واعيان القبائل الليبية كما حدث في اجتماع الامس اللي كان بصورة واضحة بتجد فيه جميع اتجاهات القبائل الليبية بينما على النقيد هذا الشخص بتجده بيستدعى من قبل يعني حكومة لا تمثل الشعب الليبي هذه الحكومة اتت وفق اتفاق كمان في استدعاءه للتدخل في الشأن الليبي قام لم يأتي بنفسه او لم يأتي بجنوده بل اتى بعدة ميليشيات من السوريين ليحاربوا اشقائهم في ليبيا فالواضح ان هذا الرجل اتى بسوريين لحاربوا ليبيين ووقفوا يشاهد ويتفرج ويدعم بالمال والسلاح ولكنه لم يجلب جنود حقيقيين على ارض الواقع انه يعلم ان هؤلاء الجنود اذا اتوا الى ليبيا سيكون مصيرهم الهلاك لان مربع عمليات ليبيا ومربع عمليات مصري خالص والصحراء الليبية هي ارض مناسبة جدا للجند المصري في حالة المواجهة العسكرية مع اي عدو تسول له نفسه ان يتقدم تجاه هذه الارض فطبيعة الارض الليبية هي واحدة تتوافق تماما مع طبيعة الصحراء المصرية ولنا في الحروب السابقة عبرة ولنا في من هزمناهم في مثل هذه الطبيعة ايضا عبرة ولكن لما ننظر للشيخ من مشايخ القبائل الليبية بالامس زي الشيخ حافظ خطاب هذا الرجل الذي هو يعتبر احد احفاد المجاهد البطر رحمه الله عمر المختار اسد الصحراء او شيخ المجاهدين او شيخ الشهداء فالشيخ حافظ خطاب كان موجود مبارح وكان القى كلمة كبيرة جدا وعشان اوضح لحضرتك الصورة مش معنى انه الشيخ حافظ هو حفيد العمر المختار انه الشيخ حافظ هو ابن ابن عمر المختار او ربما ابن بنته لا احنا منتكلم على انه ممكن يكون ابن لابن الاخ يعني دي صورة رمزية وليست انه حافظ بشكل مباشر انه ابن الابن لان الشيخ عمر المختار رحمه الله وهو طبعا كان من موليد 1858 وفي اقاويل بتقول 1861 لكن الارجح 58 هذا الرجل الذي جاهد وكافح وحارب الاحتلال الايطالي لمدة 20 سنة ظل فيها يحارب الطاليان منذ دخولهم الاراضي الليبية سنة 1911 حتى تم اعدامه سنة 1931 وكان هو الرجل اللي بيمثل رمز للمقاومة في كل منطقة الشمال افريقيا والمغرب العربي واللي طبعا وضع اسمه على وصورته على العملة الرسمية في ليبيا هذا الرجل انجب شخص واحد هو الشيخ محمد ابن الشيخ عمر المختار وطبعا لما تزوج عمر المختار رحمه الله كان تزوج زيجتين الاولى لم ينجب والثانية انجب الشيخ محمد والشيخ محمد طبعا من موليد 1921 ومات من سنتين سنة 2018 ولكن للأسف لم ينجب الشيخ محمد عمر المختار نسل من بعد وبالتالي الشيخ عمر المختار ليس له احفاد مباشرون من ابن الابن وبالتالي الشيخ عمر المختار عندما نتحدث عن الشيخ حافظ خطاب على انه احد احفاد عمر المختار نحن نتحدث على انهم من العائلة وبالتالي هذا رجل يمثل عائلة شيخ الشهداء وشيخ المجاهدين عمر المختار الذي ولد في منطقة بركة في شرق ليبيا والذي يمثل جهاد وكفاح ضد احتلال ايطالي هذا الاحتلال والاستعمار الايطالي واجهه الليبيون بشرف واجهه ابناء الشرق والغرب وفي كل مناطق ليبيا حتى استطاعوا بعد ذلك ان يحصلوا على الاستقلال في منطقة شرق ليبيا في عام 1949 وبعد الامم المتحدة تدخلها حصول ليبيا بشكل كامل على الاستقلال في سنة 1952 حينما تحررت ترابلس الغرب هذا الجهاد وهذا الكفاح لم يأتي هباءا ولم يكن مجرد صورة وضعت على الورق بل كان واقعا وكان كفاحا نبيلا شريفا والصورة الان تتحدث وتعيد تكرار نفسها ابناء المجاهدين والمشايخ والشهداء يقومون الان باستدعاء مصر ويستنجدون بها وحتى نجد في كلمة حفيد شيخ المجاهدين عمر المختار يقول ان صاحب البيت لا يستأذن في دخول هذا البيت ويضيف حفيد شيخ المجاهدين عمر المختار في لقاء الامس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا اللقاء الذي يعطي صورة واضحة للعالم كله باننا كليبيون نطلب من مصر تدخل لحمايتنا من شرور المحتل والطامع الغازي التركي الذي لم نر منه الا كل شر ولليبيين في قبيلة الجوازي عبرة فعنما يسترجع الليبيون تاريخ هذه القبيلة وماذا فعل المحتل العثماني في هذه القبيلة تحديدا سيعلمون وسيعلم العرب ماذا اقول حينما فعل المحتل العثماني ما فعله بهذه القبيلة من جرائم لا تمثل الانسانية في اي شيء يقول الشيخ حافظ خطاب حفيد شيخ المجاهدين عمر المختار ان اشقاؤنا في مصر هم فزعتنا حتى دون ان نطلب منهم التدخل فهم الاقرب لنا عرفيا واجتماعيا وجغرافيا وتاريخيا ما اعمق هذا الكلام يعني شوف حضرتك هتجيب اعمق من دمين وبقول كمان احنا والقبائل الولاد علي هذه القبائل التي توجد في الصحراء الغربية مصرية وتوجد في محافظة كنة وفي صعيد مصر هذه القبائل وفي محافظة مرسا مطروح بالتأكيد هذه القبائل تربطنا بها صلات دم وسلات قرابة اقرب من اي شيء فنحن شعب واحد والصلة التي تربط المصريين بالليبيين لا يمكن ان تقارن باي صلة رابط بين اي شعوب اخرى وما بالك بقى بالمحتل التركي الذي يدعي ان له ارث في تلك البلاد ولكن بخيانة العملاء كالسراج استدعى المحتل العثماني بحكم ان اصوله ليست ليبيا بالاساس ولكن للأسف هذا الرجل اصوله ترجع الى اصول تركية وعلى اساس ذلك استدعى هذا المحتل العثماني وتقف معه الكلة القليلة ذات الاصول التركية في ليبيا ولكن ليبيا بالاساس دولة عربية وبحاجة لمساندة الدول العربية واقول لكم ان الصورة واضحة وان مشايخ ليبيا هم بشكل واضح يقولون لمصر من فضلك تدخلي لحمايتنا من المحتل الليبي ويضيف الشيخ عمر او حافظ خطاب حفيد شيخ المجاهدين عمر المختار انه اذا فرد علينا القتال فنحن لها واستعانى بالآية الكريمة فرد عليكم القتال وهو كرهن لكم ونحن نتمنى ان لا يحدث ذلك ولكن هو استعانى بكلمة شيخ المجاهدين نحن ولن نستسلم ننتصر او نموت ولازم حضرات المجاهدين تكونوا عارفين ان الرسالة اللي وصلها اجتماعي الامس رسالة عميقة تصل للداخل الليبي وتصل للوطن العربي وتصل للخارج وتصل للمحتل التركي ففي الداخل الليبي حينما يرى الشباب في الغرب حينما يرى الناس في مصراطة في ترابلس في المناطق الغربية التي تتخضع لسيطرة الميليشيات انما يرى هؤلاء الناس الفارق بين القبائل الليبية التي تطالب مصر بالتدخل لحمايتها من المحتل ويرى الميليشيات فانظر بنظرة اكثر عمقا هو شخص يعيش وسط الميليشيات في الغرب هو شخص ليبي ويحب الوطن ولكنه يرى امامه ميليشيات لا تعترف او ليس عندها ولا انتماء لهذا الوطن وفي المقابل يرى قبائل الليبية تطالب مصر بتدخل لحمايتها من المحتل فسيضع او سيضع امام امر واقع وسيشعر بنوع من الغيرة وتأنيب الضمير على وجود هذا المحتل اللي بجواره انظر للصورة وستعلم ماذا اقول واذا تحدثت مع الناس في غرب ليبيا ستجد هذا الشعور ينتاب عديد من هؤلاء بسبب وجودهم بين المطرقة والسندان فالمطرقة هي المحتل التركي والسندان هو الميليشيات التي ارسلها هذا المحتل وفي المقابل يشعرون انهم او يشعرون بمنتهى الحزن العدم وجودهم في المكان الذي يوجد فيه او الذي يعني وقفت فيه القبائل مع الوطن ومع ليبيا ضد هذا المحتل وهنا بوضوح الجيش المصري اذا دخل الاراضي الليبية ستجد ان الجيش المصري سيستطيع بكل وضوح وبكل قوة مدعوما بالشعب الليبي ان يتقدم واذا وصلت المعركة الى منطقة سيرت الجفرة وحدث لقدر الله واقولها لقدر الله لاننا لسنا دعاة حرب ولا نتمنى الحرب كما يفعل اردوجان وميليشياته ولكن اذا حدثت المعركة ستجد التقدم ليس فقط عن سيرت الجفرة ولكن ستجد التقدم يصل الى منطقة ترابلز وبالتالي الجيش المصري يعني هو الان لم يتدخل حتى الان رغم كل استدعاءات التي تمت من قبل الجيش الليبي ومن قبل المشيخ ومن قبل البرلمان الليبي ولكن الجيش المصري وضع خطا احمر وينتظر حتى اذا ما تقدمت الميليشيات المدعومة من تركيا تجاه هذا الخط فعلى الفور سيتقدم الجيش المصري في اقل من ساعات ستجده امام هذا الخط يدافع عنه بل ويتقدم الى الغرب الليبي الحماية ليبيا من شرور هؤلاء الميليشيات المدعومين من تركيا والتي حاولت بكل قوة ان تعول على ليبيا او ان تحتل ليبيا لخلق جيب لها في المنطقة يتبع سياستها ويحقق لها اهدافها الاستعمارية واهدافها في صارقة النفط وكما يعلم الجميع الان يطلق على هذا الرجل اردوغان لص النفط فيعلم الجميع ان كل ما يسحى اليه هو الحصول على ثروات ليبيا بينما يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي بالامس لتعلم الفارق مشاهدين الاعزاء وزير الدفاع ليبيا يقول لن نخرج من ليبيا وهذه اردونا وسنبقى فيها بينما يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي بالامس سندخل ليبيا بناء على طلب وسنخرج منها بامر انظر من يطمع في البلاد ومن يحافظ عليها شخص يريد ان يتدخل في الشأن الليبي ويبقى في ليبيا للابد وشخص يريد ان يحافظ على ليبيا ويقول لهم بالامس نحن نتمنى لبلادكم الخير كما نتمنى لبلادنا ولا نريد سوى ليبيا موحدة وعلى العكس فتجد الشخص الاخر يريد الوصول ويقولها صراحة نسعى للوصول لحقول النفط في سيرت يعني مفيش اوضح من هذا لتجد ان هذا الشخص يحاول سرقة ليبيا وسرقة ما بها من ثروات التي هي بالاساس ملك للشعب الليبي وتجد شخص اخر يحاول بدوره وبوضعه الاقليمي وبمكانة مصر وبقوة جيشها وبدورها الذي عول عليه العرب دائما ان يحافظ على جاره من هذه السارقة وهذا السطو الذي يحاول المحتل السارق الغازي ان يكون بهذه الفعلة مرة اخرى بعد ان قام بها من السابق ولكنه حينما دخل الايطاليون ليحتلوا الاراضي الليبية اتفق معهم في معاهدة في عام 1912 وهي معاهدة اوتشي او لوزان الاولى اللي هي اوتشي يعني منطقة في لوزان اتفقوا معا على ان تنسحب الكوات العثمانية المحتلة من ليبيا لتتركها للطاليان يفعلوا فيها كيفما شاءوا ولكن ظل الليبيون يكافحون حتى حصلوا على حرياتهم واستقلالهم بداية من 1949 وحتى 1952 الصورة الان واضحة وقوف ابناء المجاهدين ليس فقط ابناء عمر مختار او ليس فقط احفاد عمر مختار بالامس جميع هؤلاء مبثل القبائل الليبية هم احفاد المجاهدين كافحوا وحاربوا ضد الطاليان والان يكافحون ويحاربون ضد محتل عثماني غازي يحاول سرقة ثروات ليبيا واقولها بصراحة وعليك النظر بعمق قارن بين هذا الرئيس وذاك الرئيس هذا رئيس يحاول الحفاظ على بلاد موحدة يحاول حفاظ على ثروات ليبيا للليبيين وذاك يحاول سرقة ما بها من ثروات ليحصل عليه لانه يعلم انه ليس لديه ثروات مثل ما توجد في ليبيا لم يعطيه الله الثروات التي اعطاها لليبيا ولعديد من دول المنطقة وبالتالي فكل ما يفعله هو محاولة بسط نفوذ وسيطرة وضحك على بعض الاسلاميين لكي يجذبهم اليه ولكن هذه الطريقة في الضحك على الناس ليست بهذه السزاجة أو ليست العقول بهذه السزاجة التي يعني يراها أو التي يتخيلها فأصبحت العقول الآن تعلم من يدعي إسلام التظاهر ومن صاحب إسلام الجوهر الإسلام الذي يدعو للأخلاق ويحافظ على الجيران ولا يدعو أبدا للعنف والقتل في النهاية بشكركم مشاهدين العزاء واتمنى منكم دعمنا بمشاركة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة